احنا عندنا تفاصيل اكتر يعني مثلا النهاردة منتخبنا الوطني لكرة اليد عنده مباراة امام منتخب اسبانيا في ربع النهائي منافسات اولمبياد باريس 20-24 ابطالنا العرب هققوا نجاحات كتيرة وطبعا بعثتنا المصرية اللي بتشارك في المنافسات باكبر بعثة في تاريخها هنتعرف على اخر اخبار البيعثة المصرية هناك واخبار منتخب كرة اليد ومباراته النهاردة امام اسبانيا كل ده واكتر هنعرفه من دفتنا اللي منورانا هنا في الستوديو الأستاذ دينا نبيل الناقضة والمحللة الرياضية صباح الخير يا أستاذ دينا صباح الفل على حضراتكم مخصوصة جدا أنا معيكم النهاردة صباح الخير عليكم منورانا ربنا خليك هنبدأ معاك طبعا من المباراة المهمة جدا لمنتخبنا منتخب مصر الكرة اليد مع اسبانيا ما في شك ان هم بيقدوا أداء كويس جدا طول الأولمبياد لكن المباراة دي طبعا مباراة فارقة بكل تأكيد حسبيا وعلى الورق مين أدأل يمكن منتخب اليد عودنا في السنوات الأخيرة اللي احنا بنشوفه سواء في بطولة عالم أو أولمبياد انه أداءه هو متواجد بالفعل ضمن أفضل سبع منتخبات في العالم صحيح فلما يكون مباراة زي مباراة النهاردة قدام اسبانيا فيبقى صعب شوية التوقع مين يقدر يحسمها لكن بتأكيد منتخب اسبانيا منتخب قوي هو صاحب برونزية أولمبياد توكيو 2020 وطبعا كان فاز بيها على حساب منتخب مصر في المباراة طبعا تحديد المركز الثالث والرابع لكن بالتأكيد منتخب مصر زي ما قلته في البداية بيقدي أداء قوي جدا في البطولة بتفتح البطولة بالفوز على المجر ثم بأداء قوي جدا طبعا قدامها لدنمارك اللي هي بطلة العالم بتخسر بس فارق ثلاث أهداف ثم بتتعادل مع فرنسا اللي هي صاحبة الأرض والجمهور وطبعا كلنا شايفين يعني من خلال متابعاتنا الأولمبياد الجمهور الفرنسي عامل ازاي في كل اللاعب الحقيقة مش دعمه للعبي قوي جدا في الصلاة كمان بعدها يمكن احنا فوزنا على النرويج في مباراة تاريخية للمنتخب الوطني فارق هدف كان أداء قوي جدا من لعبين واختتمنا دور المجموعات بالفوز على الأرجنتين في أداء يعني ولا أروع لمنتخبنا الوطني عشان نتأهل ونحسم وصفة المجموعة ونتأهل ربع النهائي في وصفة المجموعة بعدها موايز جدا للعبين شفتي مباراة الأرجنتيني ازاي ما بين مصر والأرجنتيني مباراة الأرجنتيني يمكن احنا ما بدأناهاش بأداء قوي قوي في الشوت الأول يمكن شوية كان الناس اتحبى لأن كان فيه فارق أهداف لصالحهم لكن نجحنا أن احنا نعود في الشوت الثاني وننهي المباراة بفارق يعني كبير من الأهداف المباراة يمكن تقلق فيها أكتر من حد كريم هنداوي يحي خالد يمكن بيؤدي بطولة رائعة مع المنتخب الوطني هو هدى في المنتخب حتى الآن في إدارة للعاب الأولمبية ويعني مش عاوزة نساحد بس فعلا المنتخب الوطني لكرة اليد بيقادي أداء قوي جدا فكرة أنت تحسم كمان وصفت يعني ده ما كنا قبل الأولمبياد بدأول مجموعة منتخب مصر مجموعة نارية أنت أنت تتأهل وإحنا في الوصفة فده أكيد يعني إنجاز كبير جدا لمنتخبنا الوطني بكل تأكيد والمباراة كلها ما هي السهلة ما فيش مباراة من المباراة دي سهلة على الإطلاق فترجع تتعادل وبعد كده تجيب نقطة فأنت بتلعب بندية يعني ما فيش فكرة أنه يكون في الفرق الكبير في النقاط لأنه أنت بتلعب منتخبات مصنفة بالظبط فأعتقد ده بيؤكد برضو أنت أنت وسط الكبار وسط الكبار منهاش حاليا ده أكيد يعني كلنا شفنا من أول المنتخب ما بدأ مشواره هو إزاي حتى ماتشل دينماركي مثلا إحنا كنا متخوفين منه شوية طبعا نظرا اللي إحنا مواجهتنا قلدان قدام الدينماركي نبقى عارفين أن هي بيبقى تبقى صعبة جدا لكن المنتخب رغم تأخره مثلا في الشوط الأول لكن الشوط الثاني عمل أداء تاريخي أداء قوي جدا خصوصا طبعا من محمد علي حارس منتخبنا الوطني وأنا دايما الحقيقة بشوف أن في الكرة اليد بيبقى الحارس أكتر من نصف الفريق لازم لو أنت الحارس بتاعك في مستوى فأنت هتبقى هتعمل مواجهتنا محمد علي باشا بصراحة محمد علي يعمل بطولة رائعة وأتمنى إن شاء الله النهاردة سواء هو أو كريم هنداوي الاتنين يكونوا في الفورمة أو اللي هيلعب فيهم يكون في الفورمة عشان بالتأكيد الحارس هيبقى ليه دور كبير قوي في حسم ماتش زي النهاردة صوصا أسبانيا كمان عندها قوة في مركز حراسة المرمى تحديد تبقى أكيد أنت دينا تابعة الماتشات اللي فيت التوقعاتك إيه بقى الماتش النهاردة يعني زي ما قلت أكيد هيبقى ماتش قوي جدا جدا فكرة أنه بتلاعب أسبانيا أسبانيا بالتأكيد يعني بيع طويل جدا في كرة اليد يمكن أسبانيا في دور المجموعات فازت في تلاب ماتشات وخسرت ماتشين عشان خطرت تتأهل كثالث في مجموعتها يمكن كمان يعني يمكن إحنا آخر مواجهتين قدام أسبانيا ما كناش موفقين في زي ما قلت في ماتش البرونزية في أولمبياد توكيو وكمان إحنا قابلناهم تاني في دورة العاب البحر المتوسط اللي كابتقام سنة عشرين اتنين وعشرين وخسرنا بفرق هدف فالمواجهة بتبقى ندية فيها ندية شديدة جدا جدا بيننا وبين أسبانيا حتى بالمناسبة إحنا لما خسرنا منهم في مبارات المدالية البرونزية في توكيو كان بفرق هدفين بس يعني مش حاجة كبيرة فالمواجهات بيننا كان باروندو اللي موجود تقريبا كان باروندو بالفعل موجود والبروندو بالتأكيد كان صاحب طفرة كبيرة جدا مع المنتخب الوطني طب هل بستور قادر أنه يعمل برضو إنجاز كبير معاهم زي ما عملوا باروندو يمكن التحدي المصر الكرة الياد بيعتمد بقاله فترة على المدرسة الإسبانية وهي أعتقد هي أثبتت نجاحها بشكل كبير جدا مع المنتخب الوطني وكمان يمكن أثبتت نجاح على فكرة مع الأندية كمان زي الأهلية وزي الزمالك في البطولات اللي بياخدوها يمكن بستور حتى الآن أداءه قوي جدا أنت بتفوز ببطولة أفريقيا كلنا شوفنا حتى أداءه في بطولة أفريقيا كان عامل ذلك كان بتقام على أردنا هنا في شهر يناير اللي فات بتؤدي مباريات قوية جدا يعني بتنافس بشكل قوي يمكن كمان بستور بشوف أنه مدرب عنده طموح أنه يحقق تاريخ مع منتخب مصر تبتكي أنه فاهم المدرسة الأسبانية كويس قوي في اللعبة فدا هيكون ليه تأثير بشكل ما أو بآخر على ماتش النهاردة مع أسبانيا؟ أكيد يعني أكيد هو شخص يعني بستور خبرة طويلة جدا أصلا في التدريب وأكيد ده هيفيده قوي في ماتش النهاردة يمكن أتمنى طبعا إن شاء الله إن شاء الله أن نعدي ماتش النهاردة يعني أعتقد يعني لازم نستفهم طبعا هو أكيد مباراة تكون صعبة لكن دايما إحنا سقطنا في منتخب اليد بلا حدود يعني غير كمان الباستور أو باروندو أنا أنا أرى أن هي أعلى جودة يعني يتكلم في علي زين في محمد سند يحيا خالد يحيا الدرع سف الدرع كما كنا لسا بي نكلم عن محمد علي أو كريم هندوي فكل المراكز عندنا الجودة بتاعت اللعبين قوية قوية جدا وإحتراف كمان فايد قوي اللعيبة دي اللعيبة دي معظمها بلعب في أوروبا يعني الجيل الحالي في منتخب مصر معظمها بلعب في أوروبا في دوريات أوروبية فده أعتقد أفادهم جدا مع المنتخب الوطني هل عندنا أي غيابات؟ هو كان فيه كلامة دموهاب سعيد طبعا كان تعرض الإصابة في المباراة للنرويج وكان غيب عن ماتش الأرجنتين لكنه عاد لقائمة منتخبنا الوطني وهيكون موجود في ماتش النهاردة قدام أسبانيا طيب خسارة عبداللطيف منيع مبارح في البرونزية أمام بطل الصين شفتي أزاي؟ عبداللطيف منيع كان من أكتر مرشحين أنه يفوز بميدالي يمكن ده عشام الناس جيه أنه يحقق ميدالي في الناس كانت مترقبة جدا مباراة عبداللطيف منيع في البرونزية هيعمل إيه؟ يمكن كلنا شفناه مباراته قدام بطل الصين كانت مباراة قوية جدا وهو حتى كمل المباراة هو مصاب كلنا شفنا صوره هو متعوره بيكمل وتحامل عن نفسه وكمل الماتش يمكن طبعا يعني هو خرج في لايف مباراة بالليل على صفحته واعتذر للشعب المصري وكان قال إن أنا كنت أتمنى أن أفرحكم لكن إن شاء الله يعني أنا هواصل وعشان قاطر أن أنا أحقق لكم حلمكم إن شاء الله في لوس أنجلوس عشرين تمانية وعشرين مباراة كبيرة طبعا لي لكن كنت أتمنى طبعا أن هي تتوج بميدالية أولمبيا لمصر طيب على جانب آخر عندنا محمد جابري اللعب بالمصارعة هيلعب النهاردة على البرونزية محمد جابري يمكن كان مفاجأا هو يواصل مشواره لأنك تقرعته صعبة جدا في المصارعة في أولمبياة باريس لكن هو نجح إن هو يفوز على مصنفين أعلى منه ونجح إن هو يواصل مشواره عنده النهاردة ماتش مهمة يمكن حتى قبل الهواء كان لسه ما تحددش البطل اللي هيقابله لكن المفروض إن هو المباراة المفروض ساعة 8 و 3 مساء اليوم مباراة أكيد كبيرة جدا لبطلنا نتمنى إن هو إن شاء الله يعني يصنع مفاجأة زين المصارعة كده أدها إن شاء الله إن شاء الله أدها بإذن الله طب بالنسبة دينا لمنتخب مصر للسباحة التوقعية المنتخب احتل المركز العشر والأخير في منافسات مباراة إيه تحليلك؟ يمكن إحنا السباحة التوقعية أو ألعاب الماء تحديدا مش مرشحين فيها قوي أن نحن نحقق ميداليات لأن شوية الأرقام بتاعتنا مش يعني وفقا للأرقام مش متوقع أن نحن نحقق فيها إنجاز لكن بالتأكيد أداء قوي من بناتنا في الأولمبياد في السباحة التوقعية نتمنى إن شاء الله أنهما لسا عندهم كمان منافسات النهاردة في الفرق مساء اليوم نتمنى إن شاء الله أنهما يكونوا يعني يأدوا أداء قوي في الأولمبياد طيب عندنا أي تاني النهاردة والأولمبياد فيها إيه خلال الأيام اللي جاية؟ نحن لسا لحد يوم حدوشة النهاردة يمكن أبرز حاجة طبعا زي ما قلنا منتخب اليد طبعا كل الناس منتظروا كل الناس صحيالوا بدري يمكن كمان محمد جابر عندنا محمد إبراهيم كيشو دوت طبعا صاحب بورنزيت أولمبياد توكيو هيلعب النهاردة هيستهلم مشواره يمكن قرائته للأسف جات صعبة هيقابل المصنف الأول عالمين لكن نتمنى إن شاء الله أنه هو يحقق إنجاز زي الحقه في أولمبياد توكيو كمان عندنا محمد متولي هيلعب برضو في المسارعة الرومانية النهاردة هيستهلم مشواره برضو كل المنافسات يتبقى بعد الساعة 12 الدور يمكن كمان بقى لو بنتكلم عن بقية الأيام يعني إحنا بنماني النفس إن شاء الله أن الأسقال كده تفرحنا دامن إحنا في الأسقال لسه هسألك بقى إيه الجزء المشرق من الموضوع رفع الأسقال يمكن رفع الأسقال إحنا 14 ميدالية تاريخية لمصر في الأولمبياد في رفع الأسقال بس فرفع الأسقال دايما إحنا دايما بنقول عليهم الأوناش يعني دايما بيبقوا طموحاتنا عالية قوي معهم يمكن إحنا عندنا في الأسقال المفروضة تبدأ من يوم 9 أغسطس اللي هو بعد بكرة عندنا كريم كحلة وصارة سمير ونعمة سعيد وحليمة وعبد الرحمن عندنا كزا خمس لعبين بنشارب بيهم في الأسقال ومتوقع كلهم إن شاء الله يعني بس يمكن الأبرز طبعا صارة سمير طبعا بطلتنا صاحبة برونزيت رياد جينيرو 2016 وكريم كحلة طبعا يعني بطل كبير المفروض نوايا نفس يوم 9 أغسطس وطبعا نعمة سعيد بطلة كبيرة في الشباب وليها تاريخ كبير قوي متوقع إن هم إن شاء الله يحقوا كمان لو بكلم على غير الأسقال في الخماس الحديث طبعا إحنا كنا أصحاب فضية تاريخية في أولمبياد توكيو عن طريق البطل أحمد الجندي والمتوقع برضو المفروض إن إحنا نبدأ يمكن إحنا حظنا شوية إن إحنا جاي المنفسات اللي إحنا متوقعين فيها بكوة جاية في آخر الأولمبياد نصف الثاني من الأولمبياد فنتوقع إن شاء الله إن هو يعني الخماسي والأسقال نحقق في الخماسي وفي الأسقال عشان على الأقل نعادل رقم النسخة اللي فات ست ميداليات إن شاء الله نتمنى كمان عندنا تايكوندو على فكرة سيف عيسى بطلنا وآياش حتى عندنا ثلاث لعبين بيشاركوا في التايكوندو وتيكوندو إحنا في آخر دورتين محققين فيهم ثلاث ميداليات فبالتأكيد يعني نتمنى إن شاء الله إنه يعني مش عاوزين الناس يعني توحبط لا لسه عندنا فيه منافسات لسه البطولة لحد يوم 11 أو الدورة لسه يوم 11 فإن شاء الله عندنا يعني نتمنى إنه أبطالنا إن شاء الله يبقى لهم فرصة كبيرة في الميداليات طب تفتكري لو ده حصل ده ممكن يزود من شعبية الألعاب دي هنا في مصر يمكن إحنا هنا في مصر مهتمين أوي بالكورة ابتدى يحصل كده يعني مودعام بالاهتمام بكورة اليد بعد إنجازات كتيرة في كورة اليد تفتكري الرياضات الأخرى خاصة الفردية ممكن تحظى بنفس الشعبية لو حققنا فيها ميداليات يعني بالتأكيد أنا بشوف أنه وقت الأولمبياد كده كده بتلاقي كل الناس بتتابعوا مهتمة أوي حتى لو ملوش في الأولمبياد بيبقى متابع جيد بالضبط كلنا شوفنا زياد السيسي بطلنا طبعا اللي جاب مركز رابع كتد إزاي الناس متابعاه والناس إزاي عايزة تعرف معادة المطش والكلام ده كله فبالتأكيد كل ما بتحقق إنجاز كل ما الناس بتركز معك أكتر الناس بتبقى عاوزة تعرف مواعيد مطشاتك إمتى زي خماسي مثلا يعني إحنا كلنا يعني شوفنا أكيد إنجاز بطلنا أحمد الجندي إزاي نجح إنه هو يلفت نظر العالم لي صحيح أنا بشكر حضرتك أستاذة دينا نبيل النقدة والمحللة الرياضية شكرا لك شكرا لكم جيدا